الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء ثلاثة رهت إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأصوم أبدا ولا أفطر وقال الآخر وأما أنا فأقوم أبدا ولا أنام وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بشأنهم في رواية أنه قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وجاءت في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما وإني أخشاكم لله تعالى وأتقاكم فأما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا نص الحديث الحديث فيه فوائد عظيمة جدا أولا الثلاثة ديل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته الخاصة التي يتعبد بها في بيته لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني له عبادات خاصة كان يتعبد بها في البيت كقيام الليل وغيرها من العبادات الخاصة وجاءوا يريدون أن يعرفوا هذه العبادة وده أمر طيب جدا وهذا من باب طلب العلم كون الإنسان يسأل عن عبادات النبي عليه الصلاة والسلام العامة والخاصة فهذا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى لأن ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل الأمور الإنسان يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ويهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا لأنه دفيه النجات يوم القيامة فجاءوا لبيوت النبي عليه الصلاة والسلام أسألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادته عبادة النبي عليه الصلاة والسلام الراوي قال فلما أخبروا والروم قالوا لهم والله النبي عليه الصلاة والسلام بيقوم من الليل جزو وبينوم شوية وثاني بيقوم زي ما ربنا أمر قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُوا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصَّهُ أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فَرَبَّنَا أَمَرُوا إِنْهُ يُقُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكُ لكن ما قال له يقوم الليل كله أمره أن يقوم من الليل وكذلك ينام لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يحتاج إلى النوم يحتاج إلى النوم وما في بشر ما بيحتاج إلى النوم لأن المخلوقات بتحتاج للنوم ودي آية من آيات الله تعالى ومن آياته مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويرقد ينام فقالوا لهم ويصوم ويفطر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام ويفطر أيام وأخبر كما في صحيح البخاري قال وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ده أفضل الصيام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى داود عليه السلام ما كان يصوم طوالي إنما يصوم يوما ويفطر يوما وهو متزوج النساء كما قال الله تعالى أرسلنا من قبلك رسلا فجعلنا لهم أزواجا وذريا الرسل والأنبياء ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم أزواج وجعل لهم ذريات فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ومات وفي عصمته تسعة تسعة من النساء فالثلاثة ديل رضي الله عنهم الرؤي قال كأنهم تقالوها كأنه شافوا الموضوع يعني بسيط بالنسبة لهم وطبعا هذا من نشاطهم لأنهم نشيطين شافوا إنه كون الزول يقوم وينوم ويصوم ويفطر دي شافواها بسيطة وهم عندهم عزيمة عالية وعندهم نشاط عالي لكن النشاط والعزيمة كما قال العلامة بن عثيمين عليه رحمة الله لا يكفي إلا باتباع السنة يعني وش معناته إنت نشيط وإندك عزيمة تمش تسوي أي حاجة لا 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 إلا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال كأنهم تقالوها ودي مشكلة دي مشكلة من المشاكل كونه إنت تكون شايف إنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام دي حاجة بسيطة ها وداك رسول الله عليه الصلاة والسلام وربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن وين منه فكونه تخش في هذا المسار ده مسار بتاع الحراف واليوم ما انحرفت الطوايف التي تنتسب إلى الإسلام زورا ومهتانا إلا بسبب هذا الأمر كل الطوايف بتاعت البدع مشكلتهم شنو الآن الصوفية كمثال مشكلتهم شنو الصوفية ليه الصوفية بيجيبوا حاجات زيادة ليه بيقول لك نحن بنقوم الليل كله ها يقول لك نحن الليل ده ما بننوم أصلا زي ما قالوا النوم أبو يا ليلة اللالوب هرسو يا ليلة قالوا الليل ده ما قاعدين ننومه ويقول لك سار الليل واحد مسامنه سار الليل ما تعرفوا ماشي وين ذاته قالوا ده سار الليل أهو تاني جنو قال للقرد قرش دي المشكلتات انت والحاية قال لك تسير بالليل منو ها والقال لك تاكل قرد منو يا أخوانا في زوء العاقل بيأكل لقرد يا أخي انت ما تاكل الطيبات دي ما راكدا يعني أزي كانك اللحمة مالو يعني مشكلة جنو ما تاكل طعمية خلاص ما عندك قروش أكل طعمية يقول لك لا 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 نحن بيناكل قرد وكذاب ما يغشك أبو عكت شفت تصدق الشيخ لو قل لك نحن بناكل قرد ما تصدقوا يا زول ده بيغشك ساي ده بيأكل خرفان الحلة التت لكن بيغش الحيران يقول لهم نحن بناكل القرد آه والله ما بتاكل القرد يا حميدة أسي الليلة كلت لك كم قرد من الصباح لغا يتسي يا زول القرد شنو انت بتقرض الدياج وبتقرض الطيبات كلها لكن لما نيجو يصهر لك في المجتمع يقول لك سهر الليل للقرد قرش كذب دار يغشوا الناس وفهموا الناس انهم ها أهل الزهد وأهل الصلاح ده كل زورا وبهتانا يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري في عرص ماشى في عرص وده الحديث بتاع الشفاعة حديث طويل جدا قدمت له ذراع من شات تعرف الزراع وكان عليه الصلاة والسلام يحب الزراع دي الليلة لما نقوله وليك لا يتوها بأكالين ويتم ما قاعد تاكل يعني ها طيب الرسول سيكون لما كان بيحب الزراع انت ما لقى يعني مشكلتك شنو قال الراوي فلما قدم له الزراع قال نهس منها نهسة وقال أنا سيد والذي آدم يوم القيامة ولا فخ نهس من وين من الزراع ما من القرض النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيأكل قرض يا صوفية يا كذابين يا ديالين وده مخالف لهذه النبي عليه الصلاة والسلام والله انت بتنبح ساي شفت الزولدة البليدة البجائدة والله هذا الرجل ان لم يتوب انا كل ما اشوف الزولدة بذكر الآية ربنا قال في سورة النور والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللجين يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والله لما اشوف الزولدة بذكر الآية تعبان ساقد الزولدة له كم سنة بكورك بجائب انت عارف ده لو ما تاب يوم القيامة زي السراب اذا شوف الله قال يحسبه الضمآن ماء مفتكر انه في حاجة يحسبون انهم على شيء وهم ما على شيء اصلا في امتى وشوف وكون انت تكون شايف نفسك على شيء نحن ما طلعنا من الموضوع لكن ده كل من باب الشيء بيشيذك كونه تكون انت على ضلال وشايف نفسك على حق دي ما بتحلك يوم القيامة كما قال ابن جرير الطبر في قول الله تعالى في سورة الاعراف فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون بالرغم من انهم يحسبون انهم مهتدون الله قال حق عليهم الضلالة يا حمادة انت تعبان في الفاضي هميشوف لك قرط يا خالله يقرضك وريحنا منك فده شوف كونه تاكل قرط والعمل ده كله مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من الطيبات وكونه تقول تقول الليل كله إنا بقومه ده مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذب وافتراع تجيب لينا شيخ طريقة واحد ما بنوم الليل والله يا كذابين يا أخي ربنا يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار شوف أنت أسهل مستحيل لأنه دي من صفات الكمال للخالق جل في علاء أنه لا ينام دي من صفات الكمال لا تأخذه سنة ولا نوم فما ممكن أن تجدار تتصف لك بالصفة بتاعة كمال للخالق جل في علاء تقول لي أننا ما قاعدين ننوم كذاب الله والله يتنوم تشخر كمان وتريل شيخ الطريقة تلقى مريل ونزله عاجات بينه يقول لك ده سهر الليل كذاب مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أما التالت فالهو ترك الزواج ده برضو مخالف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه جميع الأنبياء فأنا قالوا جعلنا لهم الزواجا وزرية فالزواج قدرت يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول لي لا لا نحن ما بنزوج كذاب وفي شيخ طريقة في الكتاب بتاع الطبقات ده كمان يزوج تمانية أها ده يحلوها كيف والله يزوج تمانية وبيناتهم كمان اثنين اختين من الثمانية اثنين اختين وربنا يقول وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ده حرام قولا واحدا تل الملاكي اختين مع بعض ده ويزوجون تمانية فات الأربعة وكمان جايب له اختين مع بعض ويجي غوش يقول لك نحن ما بنزوج كذاب الله يبتزوج بيزنوا كمان مش بيزوجوا بس بيزنوا زي ما ذكر عبد المحمود نور الدائم في كتاب النصر العلمية لأصحاب الطرق الصوفية قال واحي الزنة من كراماتي أنه قال فسق بامرأة في ممتعه دا هو التصوف مع ان له اي علاقة مع سنة النبي صلى الله عليه عليه وسلم ولم عنده علاقة مع القرآن شوف من سرط الفاتحة لحد سورة الناس الصوفية ما عندهم اي علاقة مع مع القرآن ولا عندهم علاقة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كوساء يزحوا عنه ما عنده مشي فيهامتاع فالثلاثة دول لما الراوي قال كأنهم تقالوها ودي قلنا مشكلة كونو انت تشوف عبادة النبي سالسلم حاجة بسيطة لا دي مشكلة شوف انت تقتصر على السنة خير لك من ان تجتهد في البدعة السوفيان لا تلقاهم ميتهيدين في البدعة واحد تلقى عنده لالوبة شايلة في شوال تقول دبيب شايلة لالوبة في شوال لا في بيوه يجي يقعد يقوم يمرقه ور 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 تلقى شغال يا لطيف يا لطيف يا لطيف كان قلت الله سلام عليكم ما بيشتغل بك يا لطيف يا لطيف ما لك يا مولانا سلام عليكم ورد ورد يا لطيف ليه لانه الشيخ داقي فيه مقلب ومديه ورد معين قلت اقول يا لطيف بعد العصر خمسة الاف ستمية تمانية وتسعين مرة تلقى شغال يا لطيف يا لطيف كان جاء ابو ما بيشتغل بك شغال كان جاء تمو ما بيشتغل بها ليه لانه الشيخ داقي فيه مقلب قلت له ورد دا بدخلك الجنة وبيقربك معاي بعدين ومن القيامة داقي فيه مقلب يا اخي نحن عندنا ناسكار الصباح واسكار المساء المساء ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام شونو تقول لي يا لطيف خمسة الاف مرة رفتة يقول لك يقول لك شايف دل ما بيحبوا الذكر لا نحن بنحب الذكر وذكر عبادة لكن ماذا يحقق دا نحن بنقتصر على ما جاء عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما بنجيب حاجة من عندنا اصلا اي حاجة بس يفتة بس فوق در بالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال شمال شمال يمين يمين هنا اقيف هنا نقيف هنا طوالي ما بنمش قدام ولا بنقدم كلام برعي ولا غيره على كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيمتا فديل كأنهم تقالوها شافوا العبادة دي بسيط قاموا اتخذوا غرار والقرار الاتخاذو دا ما اصابوا فيه ما اصابوا فيه واحد فيهم قال اما انا فاقوم ولا ارقد قال تاني ما بانو مصله لانو داك رسول الله بنوم لانو الله غفر ليه اما انا ما اعارف الله غفر ليه ولا ما غفر ليه اذا بقوم الليل كله والتاني قال انا بصوم طوالي فيمتا اصو قال ما بافتر والتالت قال تاني ننسوا ما دايرون تب شوف هما اتقال شدا قالو مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 ما كدا لكن هما ارادوا بذلك الخير ارادوا بذلك شنو الخير اتقال هم لما قالوا كده دارين يخالف الرسول يعني عليه الصلاة والسلام لا ما دارين يخالفه لكن دارين الخير لكن يا اخواننا الخير ما بينفع الا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام لان كده النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عندما جاء ورروا قالوا له في ثلاثة وين ب disponوا في 3 طواح وقالوا فيه اتخذوا غرار وطواه للنبي صلى الله عليه الصلاة مباشرة ركبا من برا ودي الليل الناس بيشوفوا حاجة بسيطة لما الناس هنا نتكلم في التعالك في الكاغوال بتاع التصوف دا فيها شاكل احيش يقول لك احزي علك الله حسيدا موضوع عليكم كيف ما موضوع يا زول؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ريك بالمنبر معينه الناس زي اللي قالوا لهم كلمات انت بالنسبة لكم ممكن تكون شايفة بسيطة ها؟ زي الليل نقول لك يا أخي عن زول اللي قال صايم ديما يا أخي ما تخليه يصوم يا أخي مالكوه ماله لا كيف ما أنه ماله؟ كيف ما أنه ماله؟ ماذا مخالف لسنة وبيجور وراه ناس عرفته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع المنبر وقال أما أنا فأخشاكم لله دار يديهم أول حاجة لأنه قبل قالوا كأنهم تقالوا لها لأنه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم دي بسيطة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مخافة من الله عز وجل وأكثر الناس بيعرف يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة لأنه ربنا رسله فما في ذول بيعرف أكثر منه فقال أما أنا أخشاكم وأطقاكم لله عز وجل وذكر لهم أنه يصوم ويرقض ويتزوج النساء ويقوم من الليل وينام ويصوم ويفطر وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني قال لهم دي أها سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني حسي الدرويشة البجاء ده منه ولا ليس منه ده ليس منه يا زول لأنه رغب عن سنة النبي ما دائرة رغب عن سنة النبي الساسر دائر سنة الكباجي دائر سنة البرعي دائر سنة الغوم الصوفية لكن ما دائر سنة النبي عليه الصلاة والسلام دي وقفات بسيطة مع هذا الحديث وأنا أكتفي بهذا القدر أقدم أخونا وقع وقع